يصابق الاحتلال الزمن لتهويد وتطويق القدس المحتلة ودمج شرقها بغربها وإخفاء معالمها وحدودها التي تقسمها إلى شرقية وغربية ما يمنع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية ففي خطوة غير مسبوقة صادقت بلدية الاحتلال على مشاريع تهويدية استيطانية تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية من خلال بناء مشاريع استيطانية وشباكة طرق تقطع أوصال المدينة المقدسة نسبة للجانب الإسرائيلي كما معروف تماما أنها التبهت إلى قضية أن القدس الشرقية يمكن أن يتم فصلها في المستقبل وبالتالي تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية ومن أجل ذلك بدأ اليمين الإسرائيلي المتطرف بوضع مزينيات ضخمة لإقامة أنفاق تحت الأرض لربط المستعمرات بعضها من بعض وفي نفس الوقت إقامة السكك الحديدية ما فوق الأرض وأيضا إقامة التاليفريك في الفضاء على هذا الأساس لقيامة في درجة واحدة من أجل دمج القدس الغربية مع القدس الشرقية بحيث يمنع منعا باتا إقامة أي دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية وفي نفس الوقت أن القدس هي القلب والرأس للشعب اليهودي أن القدس غير قابل للتقسيم ومن بين هذه المشاريع ما أعلنته وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية عن مشروع جديد لتهويد المدينة المحتلة حتى عام 2028 خصصت له 30 مليار شكل لإنشاء شبكة مواصلات للمركبات والقطارات تحت الأرض وفوقها لربط شرق المدينة مع غربها وحصارها بحزام استيطاني وبالتالي ما تمت اليوم ضخه بأموال ضخمة باتجاه مدينة القدس بإقامة أيضا المؤسسات السيادية في القدس الشرقية وتطوير القدس الشرقية بشكل كبير بحملية الدمج لها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أولا عدم التقسيم ثانيا سهولة الحركة وجعل مدينة القدس جاذبة للمستوطنين طاردة للسكان الإسرائيل الفلسطينيين تعمل حكومة الاحتلال وبلديتها على خلق سلسلة كبيرة من الوجود الاستيطاني اليهودي في القدس المحتلة للسيطرة عليها وحرمان الفلسطينيين من أي تواجد فيها بعد مصادرة أراضيهم بخطا متسارعة يصادق والاحتلال على مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة بهدف حصارها تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني لانا كاملة القدس